الانبياي فانتسي مختلف عن الفانتسي اللي تعودنا على احنا بتعودنا على الفانتسي الدوري الانجليزي لانه مثلا تجي تختار تشكيله حسب الفلوس اللي موجوده مثلا عندك 100 مليون تسويبها التشكيله كل لاعب يعطى قيمة حسب اداءه في الغالي في بداية الموسم على اداء الموسم الواضي والاكسبكتيش انه ممكن يعمل هذا الموسم فتسوي لك تشكيله من 11 لاعب الساسي و 4 لاعبين احتياط في الدفاع الهجوم الوسط الحارس وهذا الامور كلها بعدين تخش في اي دوري موجود وتخش في اكثر حتى من دوري وعلى حسب ويش هذا اللاعب يسوي ويش ممكن يعمل خلال مباريات الدوري الانجليزي يعطوك عليها نقاط ولجمع نقاط اكثر يفوز او يتصدر الليق اللي هو فيه بسيط بيسيك الانبياي مختلف تماما ولما كنت بغى ابدى انه نسوي ليق لينة خاصة لما شفت كده قلت اه 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 فاكت سوري قلت انه ما تسوا ما هو يعني ما هو حلو والهي سوا والانبا بيليكم ليش الانبياي فانتيس هو فعليا تقريبا انك تكون الجنر منجر او مدير فريق لكن لازم تلعب مع ناس محدودين وعدد محدود في دوري خاص فيكم والماكسمم على ما توقع انه عشرين شخص بس يكونوا في الدوري الواحد والفكرة انه لازم يتجمعوا في نفس الوقت مو فيزيكلي بس يعني في نفس الوقت يكونوا موجودين عشان يعملوا درافت يعني هذا ان اللاعبين ما يتكرروا مثلا فاتس الدور الانجليزي مثلا انت عندك صلاح وانا عندي صلاح فلا عندك صلاح وكثير عندهم مثلا صلاحة وماني وغيرهم اللاعبين اللي قوي لا فانتيس الدور الانجليزي الدور اللي انت مشارك فيه اللاعب ما يتكرر هذا حسب اللي عرفته يعني عشان كذا فيه ذرافت ان اللاعبين ما يتكرروا الليق عددها محدود ماكسمم عشرين لاعب يبدأ من اربعة الى عشرين لاعب اتوقع فما تقدر تسوي دوري على نطاق واسعة وتوزع الباص حقك وتقول خلاص الكل يشارك وبتسوي جوائز وهذا الامور كلا ما تقدر تعمل هذا الشي لان الليق محدود وثاني شي القوانين نفسها مختلفة تماما كيف احتساب النقاط مختلفة تماما هذا اللي بنقولها الحين الكرة الاساسية ان انت في الدور اللي انت فيه راح تلعب مباراة ضد خصم ثاني هو عندك عدد من لاعبين وانت عدد من لاعبين مختلفين من الان بي اي وراح يتم تقييم اللاعبين اللي عندك هؤلن عندك حسب الباريات اللي هم فيها في الحقيقة وهذا تختلف حسبة النقاط لانا في بعض مباراة في بعض الدوريات انت لما تكون مدير دوري وتسوي دوري تحدد قوانين الدوري فمثلا دوري يكون على تجميع نقاط على اللاعبين اللي يجمعوا نقاط في بعض هلا هد و هد مين اللي يجمع نقاط اكثر بنباراة اللي انت تلعب ضده شخصيا على حسب لاعبين حقكم وهذه الامور فشوين نظام ما باقول معقد بس ما هو بسهولة مثلا نظام دور الانجليزي وما هو بحلاوة وسهولة وبساطة نظام دور الانجليزي اللي يخلي الناس كلها تجي له طبعا حسب ما فهمت انه راح تلعب المباريات فعلي ممكن حتى توصل بلاي اوفس ما يبقى بطل واحد ويخلص الدور اللي انت سويت حق اللي فهو ما يستمر حتى طوال الموسم مثل الفانتسي دور الانجليزي اوكي في برنامجين مهم اهم اللي يستخدمون لها الى الفانتسي في الانبي اي اي اس بي ان برنامج قناة اس بي ان وفي برنامج ياهو للفانتسي اثنين هم موجودين على البرنامج او على الاندورويد او على الايفون كلهم موجودين الشي اللي ما خلاني يتحمس للفانتسي زي ما قلت انه عدد محدود قوانين بايخة انا حسن لازم تسوي درافت لاعبين ما يتكرروا يعني معظم ممكن يبقى يحط ستيف كاري او اي احطيان او اي احطيان اي اعرف انه يجيبنوا النقاط درافت مميزة بس حسب درافت انه يكون عند واحد واحد بس والدوري عدد عشرين فو احنا عددنا اكبر اذا نبغى نسوي دوري ما قولك انه بيوصل الالاق بس عددنا كويس انه نقلر نسوي ليق ومحترمك انت خطط انه حتى ممكن نجيب سبونسر ونجيب شي بسيط يعني جدا نسوي كبداية لكن نظام الخيص هذا ما يسمحنا ان نسوي هذا الشي يعني هذا هو تقريبا نظام الفانتزي ما قلر تسرح اكثر لانه ما تحمس انه يبحث عنه اكثر او حتى اتعمق فيه اكثر بس ما توقع بيكون بالصعوبة تقدر مثلا تتجمع انت مع اصحابك عدد من الاشخاص او من الانترنت او اصحابك اللي تعرفين يعني تتجمعوا في مكان وتسوي لكم دوري او فانتزي محدود في درافت اتوقع مثلا اذا انت مع سبع ثمانية اشخاص من اصدقائك اللي يتابعون الانترنت او تجمعوا في مكان واحد قبل ما يبدأ دوري هاليومين وتسوي لكم درافت بيكون جو حلو وقتا لما تسوي درافت مين يختار مين لاعبين اختياراتك تبغى هذا اللاعب اختاره وقبلك هذي بصير جوها حلو بس اتكلم كنظام انكتبه اتسوي الى عدد كبير من الناس ما 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 ينفع ما عجبني ان انا سوي على نطاق واسع فانا لو سويت ليق اجا فيها عشرين نفر وبعدين وعشرين ثانين وعشرين ثانين سويت ثلاثة أربعة خمسة ستة ليقز بتكون ما ما بتكون حلوة وبالحماس اللي احنا نبغى يعني فان شاء الله يجي وقت اللي يسوي فيه فانتزي مثل دور انجليز الانبي اي بيكون بيكون شي طيب بس